اشتركوا في القناة والجهود المشكورة التي تبدلها وزارة التربية والتعليم وخطتها وبرامجها التطويرية لتهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلبة موجها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بتوفير الأجواء الداعمة لأداء الامتحالات بكل يسر بما يكفل تحقيق الطلبة لأفضل النتائج ثم وجه صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس وزراء الجهات ومراكز الخدمة الحكومية لمواصلة تبني المبادرات التي تعزز كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين لتكون أكثر تنافسية وجودة من خلال ترسيخ ثقافة التمييز والإبداع والابتكار التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وحث كافة مراكز الخدمة الحكومية على المزيد من البذل والعطاء الذي يقود للتمييز في الخدمة الحكومية وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنزيقية بشأن نتائج الدورة الثالثة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2021 والتي شملت 86 مركزا حكوميا حصل 19 مركزا منها على الفئة الذهبية وستة مراكز على الفئة الفضية حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقديل للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها في تطوير عملها وجعله أكثر تمييزا في تقديم الخدمات ترجمة نانسي قنقر بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إصدار دليل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص عبر بيان الاشتراطات والأحكام المتعلقة بعقود الشراكة بما يسهم في تنفيذ المشاريع العامة وتشغيلها بكفاءة وفعالية وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتعزيز الاستفادة من خبرات وإمكانيات القطاع الخاص مذكرة معالي وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال بشأن اعتماد تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين لمجموعة العمل المالي المينفتف والذي أظهر حصول مملكة البحرين على مراكز عالية في تسعة وثلاثين توصية من أصل أربعين توصية حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال رئيساً وعضاءاً على جهودها في هذا الجانب مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مؤشرات سوق العمل خلال الربع الأول للعام 2022 والتي أظهرت النتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي على سوق العمل حيث ارتفع حجم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 4.6% فيما ارتفع حجمها في القطاع العام بنسبة 2.3% عن ذات الفترة من عام 2021 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بالمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس والمشاركة في منتدى التعليم العالمي في العاصمة البريطانية لندن والاجتماعات التي تمت في منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس والمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المعاونة والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية لمملكة البحرين خلال شهر يونيو 2022